سؤال العلم والفكر بفقه بل بتفسير بهاج الدين والفكر سؤال فكر ملحمة القدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء بدأت مراسم التوديع وانتشرت جماعات الناس في اتجاهات مختلفة تملأ زوايا المساجد وزوايا السوق كل ينظر حاجته في هذا اليوم فللروح رغبة في استقصاء كل فرصة متاحة وللبدن حق التجمل للختام بالعيد بيد أن الذي ينتظر المكرمات هم أولئك الفقراء الذين يتحينون اللحظة التي يبدأ فيها الصائم مشروع طهارة البدن من اللغو وإشراك فئات المجتمع في فرحة العيد في هذه الحلقة سنتحدث عن المعاني الإيمانية لزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام وعن الفوائد التي سيحملها المسلم بعد شهر رمضان المبارك لتكون زادا له بحول الله ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن أبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة راجين منكم أن تشاركوا عبر أرقامنا ومواقعنا كذلك أهلا ومرحبا بكم فضلة الشيخ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وأحيي الإخوة والأخوات الذين يتابعون وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم صالحات الأعمال وأن يبلغنا تمام هذا الشهر الفضيل وأن يتسلمه منا متقبلا إنه تعالى سميع مجيب فضلة الشيخ الزكاة الفطر جاءت في لحظات تملأ الصائم فرحة عارمة باستقبال العيد هذه الفرحة تدفعه كثيرا إلى أن تنشط في أوساط المسلمين أو في وسطه وسط عائلته ومجتمع حركة أيضا من أجل الاستعداد ليوم العيد جاءت زكاة الفطر في هذه اللحظات التي يشتغل فيها المسلم ما هي القيمة الإيمانية التي تحملها زكاة الفطر هل تحمل شيئا معينا على المسلم أن ينتبه له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا بواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا ريب أن المسلم حينما يتقلب في ألطاف نعم الله سبحانه وتعالى وينتقل من موسم طاعة إلى آخر ويعايش لحظات من التجليات ومن روحانيات شعائر هذا الدين فإنه يستشعر عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فيتزود من هذه المواسم تقوى الله عز وجل إذ هي غاية كل عاقل هي الزاد الذي يبلغ هذا المسلم الصائم رضوان الله تبارك وتعالى في الآخرة وهو حينما يترك شهواته لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك فيصوم نهار رمضان ويقوم ليالي هذا الشهر الفضيل إيمانا واحتسابا إنما يفعل ذلك رغبة ورهبة محبة لله عز وجل ورجاء لما أعده عنده من نعيم وخوفا من أليم عقابه وشفقة مما أعده من عذاب عظيم و لذلك فإن نفسه تزكو في مثل هذه المواسم و أخلاقه تتهذب و طباعه ترتفع بقيم نبيلة مبعثها هذا الزاد الروحي الذي تزوده و الذي تمثل تقوى بحيث يمكن لهذا الصائم أن يتمثل حقيقة تجنب كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى في أعماله و أفعاله و لئن كان في صومه في صيامه لشهر رمضان يؤدي واجبا افترضه عليه ربه جل وعلا فإن هذا الرب المعبود قد أمره مع ختام أدائه لهذه العبادة قد أمره بما يطهر له صيامه من اللهو و من اللغو و الرفث و بما يحقق مقاصد هي لا ريب موجودة في الصيام من خلال ما يستشعره الصائم من مواساة الفقراء و المساكين و من مشاركتهم آلامهم و أحزانهم و معاناتهم إلا أن هذا المعنى يتأكل بما شرعه الله سبحانه وتعالى من أمر صدقة الفطر نعم فالذي فرض علينا الصيام هو الذي شرع لنا صدقة الفطر أو فطرة الأبدان أو زكاة الفطر و هو الذي أيضا أباح لنا أن نبتهج بعيد الفطر و حرم علينا صيام يوم العيد و لذلك فهذا المعنى الإيماني معنى أن كل ما يقوم به الإنسان ما يقوم به المسلم إنما يقوم به استجابة لأمر الله سبحانه و تعالى وفقا لما شرعه له محققا في ذلك شرطين اثنين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربه أحدا و لذلك فإنه حينما ينتقل من موسم إلى آخر فإن هذا المعنى الإيماني لا بد أن يكون مستصحبا حتى تكتمل حلقة بناء التقوى بما تشتمل عليه من معاني ظاهرة و باطنة أما معانيها الظاهرة فهي الوقوف عند حدود الله سبحانه و تعالى بأداء ما أمر و الانتهاء عما زجر وأما معانيها الباطنة فتتمثل في تطهير القلب و الإخلاص لله سبحانه و تعالى و رجاء ما عنده و الخوف مما أعده و لذلك فإن صدقة الفطر هي مما يجدد في نفسه الإيمان و يعزز له معاني التكافل الاجتماعي و يبلغه حقيقة التقوى و يظهر له معناً واحداً من معاني شكر الله سبحانه و تعالى على نعمه و ألطافه و كلها معاني إيمانية طيب فضل الشيخ ورد في بعض الأحاديث أن زكاة الفطر تمثل بالنسبة للصائم طهرة من اللغو هذا المال الذي يدفعه إلى الفقير طهرة كيف يمثل طهرة معنوية بالإضافة إلى أنه يدفع مالاً لكن في الوقت النتيجة ستكون طهارة معنوية هل هناك ملمح معين من الحكمة في هذا الموضوع؟ ورد في حديث من طريق ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر صاعاً من طعام طهرة للصائم و طعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة و من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات هكذا ورد في هذا الحديث و معنى كونها طهرة للصائم يتجلى في جملة من العبادات التي يمكن أن نضرب بها المثل كما قال شراح الحديث فلنأخذ مثلاً عبادة الحج فإننا نجد أن الله سبحانه و تعالى جعل فيها على أنواع من النسك هدياً و كذا الحال بالنسبة للصلاة فإن الله عز وجل قد شرع فيها أو عقبها أو شرع فيها سجود السهو هذه العبادات لا سيما ما كان منها طويلاً هي عرضة لأن يأتي الصائم شيئاً من اللمم في صيامه فجعل الله سبحانه و تعالى له مطهرة لما بدر منه بهذه الأنساك و في حالة الصيام فهي صدقة الفطر فهي تطهر نفس الصائم مما ألم به حالة صيامه مما هو دون الكبائر لا ريب لأن الكبائر يشترط التوبة منها بأعيانها بشروط التوبة المعلومة نعم و هذا التطهير المعنوي يكون لا ريب بتخليص النفس من شحها فإخراج شيء من الطعام كما ورد في أحكام صدقة الفطر هو مما تجود به النفس مع أن الله سبحانه و تعالى وصف طبيعة هذه النفس البشرية بقوله وتحبون المال حبا جما و قال وآت المال على حبه ذو القربة و اليتامة و المساكين بينما يقدم الصائم هذه الصدقة طيبة بها نفسه و يختار منها أحسن ما يمكن أن يدفعه إلى المستحقين و هو يبتغي بذلك مرضات الله سبحانه و تعالى و لذلك فإن هذه المعاني المعنوية المعاني الإيمانية هي التي تضفي على صيامه التطهير مما يمكن أن يكون قد أصابه و هي في ذات الوقت فيها الملحظ الاجتماعي حينما قال صلى الله عليه و سلم و طعمة للمساكين فحتى يظهر المجتمع بأسره في حالة من الكفاف و من البعد عن العوز و الاحتياج فإن أداء هذه الصدقة للفقراء و المساكين و المحتاجين يحقق هذا المعنى فإذا بحالة المجتمع يظهر عليها التآلف و التواد و التعاطف و تختفي منها مظاهر السؤال و الطلب و الاحتياج و الافتقار لا سيما في يوم الفرحة و البهجة و في يوم الجائزة التي يرجو فيها المسلمون الصائمون ثوابا من عند الله عز و جل و قبولا لأعمالهم نعم الآن نأتي إلى حكمها فضل الشيخ هل هي إقراء مستحب أم أن النصوص تتجه بها إلى الوجوب أو غيره اختلف العلماء في حكمها و الجمهور على وجوبها و ذلك لأن الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم منها كما هو عند الإمام الربيع بن حبيب من طريق من طريق السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سن رسول الله صلى الله عليه و سلم صدق زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب على الصغير و الكبير و على الذكر و الأنثى و على الحر و العبد و إن كان صدر هذه الرواية التي هي من طريق السيدة عائشة فيه سن رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا أن قوله عليه الصلاة و السلام على الصغير و الكبير و على الحر و العبد و الذكر و الأنثى دليل صارف لمعنى سن إلى أنه جعلها سنة واجبة و هذا يتأكد بأحاديث أخرى وردت من طريق ابن عمر و من طريق أبي سعيد الخدري و من طريق ابن عباس رضوان الله تعالى عليهم و فيها فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صلقة الفطر صاعا من طعام فهذا هو قول الجمهور أخذا من دلالة هذه الأحاديث و أن الأصل فيها أن تصرف إلى معانيها الشرعية و إن كان بعض العلماء قد خالف و رأى استحبابها إلا أنه قول الأقل من أهل العلم و هؤلاء يعني أول هذه الأفعال الواردة بأن الله سبحانه و تعالى قد افترض على عباده الزكاة و سكت بعد ذلك عما يتصل بصدقة الفطر فحملوها على مثل صوم يوم عاشوراء بأن ذلك بأن الوجوب كان قبل شرع الزكاة قبل تشريع الزكاة أما بعد تشريعها فقد سكت عنها الشارع و لذلك فحملوها على الاستحباب إلا أن القول الأول هو القول الأرجح و هو القول الذي عليه جماهير أهل العلم و عليه عمل المسلمين في الحقيقة في مشارق الأرض و مغاربها إذ إن في إخراجها يعني حتى بعيدا عن هذه الأقوال في إخراجها فضلا كبير إذ إن في إخراجها فضلا كبيرا و ثوابا عظيما و هي في ذات الوقت مما يسره الله سبحانه و تعالى على عباده نعم أزاكم الله خير خضير الشيخ نستقبل الآن مكالمات لأخ وليد العامري سلام عليكم و السلام و رحمة الله و بركاته أهلا بك الأخوالي أخبركم الشيخ الحمد لله طيبين إن شاء الله أحندي سؤال تفضل منهم الفقراء و المساكين الذين تصرف لهم بقاة الفطر طيب طيب بارك الله بي شكرا جزيرا أخوالي الله يبارك فيك الله أخوالي الأخ علي المقبالي السلام عليكم الشيخ و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته طيب إن شاء الله الحمد لله نشكر الله عفاك الله الشيخ كيف الحال؟ حياك الله يا أخي بارك الله فيك أهلا وسلم حياكم الله الله يبارك فيك يا أخي الله يتلم الشيخ عندي سؤال تفضل الله أخ علي أنا و العجوة بالله من كل بثاني عندي يعني مبلغ لكن المبلغ هذا شهريا أو على شهرين زيدة يعني في البنك حطة فأبو أعرف يعني كيف تكون زكادة إذا كنت أنا ما أعرف المبلغ الأولي يعني سيتعرف شهريا أو شهريا أحط المبلغ كهي يعني كالدخار طيب لحين بغيتها يعني أذكي عنه واضح جدا شاء الله الأخ علي ستسمع تفصيلا في الموضوع بحول الله شكرا جزيلا بك الأخ داود الرحبي السلام عليكم و عليكم السلامة كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ الحمد لله الأخ داود أهلا بك ومرحبا أعرفكم الله الله يخليك أني عندي فكرة و أتمنى لكم الفكرة تسمعوها و أتمنى الشيخ كلامكم يسمعي فكرة تفضل يا أخي تفضل فكرة شوية مطولة يمكن برنامج ما يسمع لوقت برنامج و أتمنى إذا كانت وصلا معي بعد برنامج و هذا إن شاء الله بالفكرة و أشرته لنفع المجتمع و المواطنين إن شاء الله إن شاء الله أخ داود أترك رقمك مع الإخوة في الاستقبال و إن شاء الله ستواصل معك لاحقا إن شاء الله جزيلاً الله يبارك فيك أحسنت الأخطارق الشيادين السلام عليكم وعليكم السلامة بالطلاة وبركاته كيف الحال شيخ؟ كيف صحيح؟ عم الله الأخطارق أهلا بكم مرحباً الشيخ عندي سؤال في الموضوع و سؤال خارج الموضوع تفضل السؤال اللي في الموضوع يجوز أنك تعطي مثلاً زكاة عيد الأبدان الزكاة الأبدان تعطيه شخص واحد يعني معنا العائلة كاملة تعطيه شخص واحد هل يجوز ذلك؟ طيب والآخر أنا مصاب بمرض الرجل هل يعني هل بخاخ هذا اللي أتعطاه؟ هل هو مفطر للصيام أم لا؟ طيب شفاك الله شكراً قزيلاً أحسنت الشيخ صحيح الله يبارك فيك أخطارق طيب فضلة الشيخ نبدأ الآن في مواصلة هذا الموضوع نظراً لأن الناس في هذه اللحظة يحتاجون إليه بكثرة الفقير نحن في كل عام طبعاً يعني موضوع يطرح موضوع الفقير هذا يتساءل الناس من هو هذا الفقير؟ ما هي صفاته؟ ثم أيضاً هذا الفقير نفسه هل تجيب عليه زكاة الفطر؟ الفقر يختلف من مكان إلى آخر ومن وقت إلى آخر فلا مبالغة إذا قلنا بأنه نسبي إذ ذلك يعتمد على عدم كفاية دخل الشخص لأن يعيش حياة توصف بأنها حياة كفاف نعم حتى وإن كان لديه دخل إلا أن عليه مغارم و نفقات طائلة ضرورية فهو ينفق على كثرة عيال و ينفق على والدين و لذلك فإن دخله لا يكفي ولا يكفي عياله فهذا يعني أنه فقير مستحق للصدقة كما أنه مستحق للزكاة قد يكون نفس الدخل الذي يقبضه هذا الإنسان و يجعل منه فقيراً هو بالنسبة إلى آخر في مكان آخر سبب غنى يدخر منه لأن النفقات التي عليه ليست كالنفقات التي على الأول نعم فهو على سبيل المثال لعله يعني لا عيال له و لا ينفق على والدين و لعله في بيت ورثه من أحد والديه على سبيل المثال صحيح فمع كون الدخل الذي يقبضه هو نفس الدخل السابق إلا أن قلة المصاريف و المغارم التي عليه تجعل منه غنياً قادراً على الادخار و مجاوزاً حد الكفاف إذن الفقر إنما يكون حينما لا يجد المرء كفافاً لا يجد كفايته لنفسه و لعياله من مصدر رزقه نعم ما يفضل عن حاجته يوم العيد هو و عياله فإنه مستحق لصدقة الفطر نعم و هذا أيضاً لا ريب قد لا يوجد في مجتمع من المجتمعات هذا المستوى من الفقر لكنه بالنظر إلى باقي سائر الناس في المجتمع يمكن أن يكون فقيراً لأن مستوى معيشة الناس و كلفة الحياة في ذلك المجتمع غالية نعم و عليه فإنه لا يقف حد الفقر هنا عند وجدان حد الكفاية ليوم العيد لما يكفي العائلة و أسرته و إنما يمكن أن يجد أيضاً ما يفضل لسائر الأيام إلا أن عليه نفقات كثيرة و عليه ديون في ضروريات من ضرورات هذه الحياة و لذلك فإن مثل هذا في هذا المجتمع يكون فقيراً مستحقاً للزكاة و الصدقات و منها صدقة الفطر نعم إذا نأتي إلى بعض القضايا التفصيلية في موضوع الفقير هذا السائل يقول نحن عندنا عمال مسلمون من جنسيات مختلفة و يعملون لدينا منذ سنوات عديدة و كما تعلمون بأن رواتبهم قليلة لا تكفي لسد حاجاتهم في بلدنا فتعودنا إعطاءهم الزكاة إلا أن البعض أنكر علينا ذلك الاعتبار أن الزكاة تعطى فقط لأهل بلد الإنسان الذي يعيش فيه ما قولكم؟ فيما مضى لا حرج عليهم بإذن الله تعالى طالما أنهم تحروا أن هؤلاء العمال فقراء مستحقون للزكاة و هم كما ذكر في السؤال مسلمون و إن كانوا من غير أهل البلد فلا حرج عليهم بإذن الله تعالى فيما دفعوه إليهم من زكوات أموالهم فيما يستقبل الأولى بزكاة الأغنياء في مجتمع من المجتمعات فقراء ذلك المجتمع إلا إن وجد هؤلاء الفقراء إن وجد المحتاجون كفايتهم من زكوات الناس فيمكن أن يدفع بعض الناس زكاتهم إلى فقراء مسلمين في بلاد أخرى لا حرج في ذلك في مثل هذه الأحوال أو إن كان هؤلاء الفقراء أشد فقرا أشد فقرا من فقراء البلد و فقراء البلد يجدون بعض العون من الزكوات و الصدقات و غيرها فلا حرج أيضا في إعطاء فقراء مسلمين و لو كانوا من غير البلد لكن لا بد من ملاحظة أيضا ما يتصل بإعطاء الزكاة للأجراء عند الإنسان إذ لا بد أن يطهر نيته و يمحض قصده فلا يقصد بدفعه زكاة ماله إليهم أن يكونوا أكثر برا به في العمل و أن يجتهدوا في القيام بما أجرهم أن يقوموا به لأن الزكاة لا بد أن تدفع لوجه الله تعالى و لا يقصد منها الإنسان إلا أداء الحق الواجب عليه المستحق للفقراء و المساكين فلا بد من التنبه لهذا الملحب إذا ما يستهدف إنتاجه هم طيب هذا سؤال آخر الأخ من الجزائر مراد با حميدة يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بدل الطعام ذلك لأن الناس في منطقتنا الجزائر يكونون في أمس الحاجة إلى المال من الطعام المتمثل طبعا في التمر و البر و الشعير و الأرز ذكر السميد أيضا نعم لأن يكونون في أمس الحاجة في تلك الأيام لشراء الملابس و ضروريات الحياة غالبا لا يستعملون ذلك الطعام و لا يحتاجونه في تلك الأيام و لا يستطيعون بيعه للحصول على المال لصعوبة تحقيق ذلك يقول أيضا على كل حال بقية السؤال و مع الظروف التي ذكرها مع هذه الأحوال التي ذكرها نعم يجوز أن تدفع إليهم صدقة الفطر نقدا أما أصل المسألة ففيها خلاف عند أهل العلم و جماهير العلماء يرون عدم جواز إخراج صدقة الفطر نقدا و يستدلون في ذلك بجملة من الأدلة الشرعية منها الأحاديث المتقدمة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعة من صدقة الفطر صاعا من طعام فقد حددها صلى الله عليه وسلم بأن تكون صاعا من الطعام الذي يمثل غالب قوة أهل البلد و يعني هكذا قصدها أن تكون نعم و الدليل الآخر هو أيضا قوله صلى الله عليه وسلم طهرة للصايم و طعمة للمساكين فكونها طعمة للمساكين هذا دليل على أن العلة في تشريعها هو هذا المعنى الملحوظ من هذه الكلمة المشتقة و هو إطعام المساكين و يعتضل هذا برواية أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم و إذ كان سؤال الفقراء و المساكين هو للطعام هذه مجمل الأدلة التي يعول عليها الجمهور العلماء الذين يرون عدم جواز إخراج القيمة بدل الطعام و ذكروا أن لي يعني إصعاف الفقراء بالأموال و النقود أوجها أخرى من الزكوات من زكوات النقدين و عروض التجارة و من الصدقات سواء كانت صدقات واجبة أو كانت صدقات نفل و لا ريب أن للتشريع حكما أن للتشريع حكما في تنويع ما يعطى للمستحقين فحيثما وجد في شرع الله عز وجل أن المقصود إخراج صنف ما فلا ريب أن وراء هذا التشريع حكما و مقاصد قد نعلمها و قد لا نعلمها و المسلم عليه أن يفوض أمره إلى الله سبحانه و تعالى و الله سبحانه و تعالى يقول و ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم و في مقابل هذا القول ذهب آخرون و منهم الأحناف و وافقهم أيضا جملة من علماء المذاهب الأخرى ذهبوا إلى جواز إخراج القيمة مستدلين أيضا بجملة من الأدلة نختصرها في قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة فالأصل في تشريع الصدقات أنها تأخذ من الأموال و أيضا رأوا احتياج الفقراء فإن قوله صلى الله عليه و سلم مغنوهم عن السؤال يشفع له أن سؤال أولئك في وقته صلى الله عليه و سلم كان للطعام بينما سؤال الناس اليوم إنما هو للنقود حتى يتمكنوا من التصرف فيها وفق ما شاء الفقير كذلك نظروا إلى حديث معاد في تزكيته لأموال أهل اليمن أو في أخذه لصدقات أهل اليمن فإنه قال لهم إيتوني بعرض ثيابكم بدل البر و الشعير و في هذا دليل على أن أخذ البدل جائز حتى أن الإمام البخاري في صحيحه ترجم لهذا الباب باب أخذ عرض الثياب بدل الطعام و لذلك فإن بعض شراح الحديث قالوا بأن الإمام البخاري لم يجد بدا من موافقة أبي حنيفة مع كثرة مخالفته له إلا أنه لم يدفع هذا الدليل لقوة هذا الدليل و الخلاصة أنه لا شيء يعدل التقيد بما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لكن متى ما وجدت حاجة أو ضرورة كعدم وجود الفقراء الذين يقبلون الطعام أو كتكدس كميات كبيرة من الطعام عند الفقراء ثم لا يجدون بعد ذلك طريقة يتصرفون فيها بهذا الطعام بمعاوضات تجرب لهم منافع أخرى أو وجدت مشقة بالغة في من يتولى التوزيع أو في الدافع الذي يعطي في إيصال الطعام إلى مستحقه أو يعني ظهرت مصلحة لا خلاف حولها في أن منفعة الفقراء متعينة في النقد ففي مثل هذه الظروف لا حرج يجوز إخراج القيمة نأتي إلى سئلة الإخوة هنا لأننا نريد أن ننتقل إلى محور آخر في الدقائق الأخيرة الأخي علي المقبال يقول لديه مبلغ في بنك أو في مصرف و لا يدري هو يزيده باستمرار لا يدري كيف تكون هو دخل من بناية أو من عمارة يؤجيرها هكذا فهمتنا من السؤال و لذلك فإن الزكاة إنما تكون في رعي هذه العمارة و لينظر في آخر الحول كم هي المبالغ المدخرة كم بلغت في آخر الحول كل المبالغ المدخرة و إن كانت عليه مغارم لهذه البناية أو ديون حالة يجب عليه سدادها فإنه يطرحها ثم يزكي الباقي بإخراج ربع العشر وهو اثنين ونصف المئة نعم الأخ طارق يقول هل يمكن أن تعطى زكاة الفطر لزكاة عائلة كاملة شخصا واحد لا مانع من ذلك لأن زكاة الأبدان سميت كذلك لأنها بحسب أبدان المزكين لا بحسب الآخذين لها فيراعى في ذلك عن كم نفس تخرج أما لكم نفس تعطى فلا حرج إن وجدت مصلحة في إعطائها إلى أسرة فقير واحد فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى نعم استخدام بخاخ الربو يسأل أيضا بخاخ الربو على يعني الصحيح الذي عليه أيضا المجامع الفقهية أنه لا يؤثر على الصائم لأن المقدار الذي يصل من البخاخ إلى القوف أولا هو مقدار مظنون يعني هل يصل أو لا يصل هذا أمر مظنون غير متيقن وإن بدى له أن الكمية تنقص من البخاخ الأمر الآخر أنه حتى مع وصول شيء من القوف فإن جزءا كبيرا منه يذهب إلى مجاري التنفس وما يبقى يمكن أن يصل إلى الجوف وهو مقدار يسير ضئيل جدا لا يقارن حتى بما يفضل من ماء الوضوء عند المضمضة أو ما ينفصل من السواك المباح للصائم فلأجل ذلك استقر رأي المجامع الفقهية على عدم تفطير الصائم باستخدام بخاخ الربو والله تعالى نعم جزاكم الله خير فضل الشيخ يبقى سؤال واحد في قضية زكاة الفطر واحد من الأخوات على الفيسبوك تسأل تقول بالنسبة للعاملة التي تعمل في المنزل سواء كانت مسلمة أو مسيحية هذه الإضافة على السؤال السابق هل يخرج عنها زكاة الفطر؟ لا لا يخرج عنها لأنها ليست ملكة يمين هي أجيرة هي عاملة بأجرة ولذلك فالخطاب متوجه إليها إلى هذه العاملة المسلمة هي مأمورة أن تؤدي زكاة فطرها إن تحققت فيها الشروط وإن كانوا هم يريدون أن يتبرعوا عنها فلا حرج عليهم في ذلك وليعلموها أيضا حتى لا تخرج هي بنفسها زكاة فطرها بعض الناس من الأمس أو قبل الأمس دفعوا أموالا معينة إلى مجموعات من الشباب تقوم بعمل تطوعي لتوزيع زكاة الفطر تقدمهم في دفع هذه الأموال هل يصح؟ أولا لنبين باختصار أيضا أن الوقت الشرعي لإخراج زكاة الفطر هو ما بين صلاة الفجر و صلاة العيد من يوم العيد هذا هو أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر و لا حرج في إخراجها ليلة العيد بثبوت دخول شهر شوال سواء كان ذلك بثبوت الرؤية أو بإتمام عدة رمضان ثلاثين يوما لكن رخص أيضا العلماء و وردت آثار عن جملة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز تقديمها الليلة و الليلتين يعني فيجوز من اليوم الثامن و العشرين و التاسع و العشرين يجوز تقديم إخراج زكاة الفطر إن لا سيما إن أريد أو إن روعي مقصد إيصالها إلى مستحقها و رفع الحرج عن الدافع و تيسير إيصالها إلى مستحقها نظرا لأنه بقيت دقيقتان فإن وداع شهر رمضان لا شك أنه يترك حزنا في القلوب و لكن نفوسا معينة قد تفهم منه شيئا من التخفيف و الانطلاق في كثيرا من متع الحياة ما الذي يستفيده المسلم من مدرسة رمضان و هو يودعه و هل هناك برامج معينة تساعده على استبقاء الحالة الروحية التي كان عليها لا ريب أن مشاعر المسلم حينما يودع شهر رمضان مشاعر مختلطة فهو يشعر بحزن لفراق هذا الضيف العزيز لخروجه من أداء هذه العبادة الحبيبة إلى النفس التي لها عند الله سبحانه وتعالى الشأن العظيم و فيها ليلة القدر و في هذا الشهر وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن و هو طريق موصلة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى ففراق كل ذلك يشعره بحزن و يشعره بشيء من ألم الفراق و كذا الحال أيضا يعني يجد مشاعر من الخوف و الرجاء بين قبول عمله و رجاء ثوابه من عند الله سبحانه وتعالى و الطمع فيما أعدى و بين الخوف من التقصير و من أن لا يقبل عمله بسبب تقصيره أو سوء نيته أو عدم إخلاصه فيه فيقع بين مخافتين و بين استبشاره بإتمام الطاعة و تيسير الله سبحانه وتعالى و فرحه بيوم العيد و بتقلبه في أنواع من العبادات فهو بخروجه من شهر رمضان يدخل في أشهر الحج العظام التي تبدأ بشهر شوال و هناك فرصة سانحة كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليستلهم معاني الصيام كاملة حينما قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر و لذلك فهي محطة أخرى يندب المسلم إلى أن يحرص عليها بحيث يحافظ على منافع الصيام و على الدروس التي استلهمها و أخذها من شهر رمضان المبارك بأن يصوم ستة أيام من شوال فكما ورد أن صائمها كأنما صام الدهر و كذا الحال بالنسبة أيضا ليوم العيد فإن يوم العيد هو يوم طاعة و هي أيام أكل و شرب و ذكر لله سبحانه و تعالى فعلى المسلم أن يغتنم هذه المواسم كلها و أن يعلم أن الذي تقرب إليه في رمضان موجود بعد رمضان و موجود قبل رمضان و أنه مطلع على أعماله فلا يفوت هذه الفرصة و ليكثر من الصالحات و ليكثر من الإقبال على الله سبحانه و تعالى و لئن كان قد فتح صفحة جديدة فلا يليق به أن يسودها بسوء أعمال بل ليغتنم الفرصة و ليجعل صفحات حياته كلها مليئة بالطاعات و القربات فإن بدرت منه هفوة أو خطأ فليبادر إلى التوبة و الاستغفار فباب التوبة مفتوح و الله سبحانه و تعالى قد وعد من أقبل عليه أن يتقبله عنده و ليتذكر دائما قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين جزاك من باخير و نسأل الله أن يتقبل مننا و منكم و من جميع مستمعين و مشاهدين الأكار و شكرا لكم و بارك الله فيكم عزائنا الكرام في نهاية هذا اللقاء نتوجه بالشكر القزيل إلى فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن أبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة كما نشكركم أيضا على حسن متابعاتكم و اتصالاتكم و مشاركاتكم و في الغد بحول الله تعالى ستكون لنا حلقة خاصة عن العيد في الإسلام نتناول فيها عفوا نتناول فيها الكثير من الجوانب المشرقة في أعياد المسلمين و من الذي عليهم أن يصنعوه كي تكون البهجة عامة و غامرة للجميع هذه الحلقات كلها ستشاهدونها في صفحة البرنامج على الفيسبوك و تشاهدونها أيضا في موقع التلفزيون على الفيسبوك كذلك صفحة البرنامج بتقنية عالية تشاهدونها أيضا في موقع التلفزيون و هو موقع خاص للهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون إذن نلقاكم بحول الله تعالى غدا و نلقاكم أيضا بعد عشرين دقيقة من الآن في برنامج خاص عن استطلاع و تحري رؤية هلال شهر شوال نسأل الله تعالى أن يوفقنا و إياكم إلى كل خير و كل عام و أنتم بخير و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بهادي الدين و الذكر سؤال الذكر يضحفنا بنور العلم و الفكر بفقه بل بتفسير بهادي الدين و الذكر بآيات نعيش بها لنجني أجمل الدرري و نسأل فيه عن حكم لأهل العلم والبشر فننهل صافي الحكم بآيات من السلام